أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي قناة التغيير حلقة جديدة من برنامج من بغداد إرهاب وفساد وغياب للمشروع الوطني هذا مثلث الموت الذي عاشه وما زال العراقيون تحت وطأته الأمر الذي سبب دماراً في هذا البلد وأوصله إلى مرافئ خطيرة وإلى كابوس في الحياة وحتى هذه اللحظة لم نجد أفقاً للحل داعش منظمة إرهابية نعم ولكن داعش كان نتاجاً لعمل سياسي غير منظم ولسراعات سياسية ألقت بظلالها على الواقع العراقي عندما نتحدث عن الجرائم التي اقترفها داعش حينما تصدر تقارير من الأمم المتحدة باكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية الموصل لوحدها فيها أكثر من 94 مقبرة جماعية كان ضحيتها أناساً عراقيون بسطاء تخاذلت الحكومة في وقتها من حمايتهم وما مصير هذه المقابر وما مصير هؤلاء الناس وما مصير عوائلهم وأولادهم وأمهاتهم وزوجاتهم عندما نستذكر هذه المواضيع وفي كل مرة نعود إليها لأن ألم هذه الناس واتصالاتهم ومناشداتهم قضية خطيرة مرة نتحدث عن مغيبون لا أحد يعلم أين أمسى أو أصبح مصيرهم مرة نتحدث عن مظلومين في السجون بسبب المخبر السري بسبب الواسطات بسبب التلك هنا بسبب القوانين بسبب الطائفية ومرة نتحدث عن مدن أكلها الموت وأكلها النقص في الخدمات وأكلها العوز وأكلتها البطالة وأكلتها نقص الأموال وإذا تيدت عد السوي قائمة طول ولا تقف عند نهايات لها هذا المسلسل الذي ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة أمام طبقة سياسية لا تجيد سوى فل الخطابات ووضع الشعارات وتراها تتحفز وتجتمع عندما يكون هناك أو عندما تكون هناك غنيمة أو تقترب الانتخابات نينوى وجه تمثل الحضارة الحجرية في تاريخ العراق نينوى لوحدها قضية هذه المدينة التي عثى فيها داعش موتا ودمارا حتى هذه اللحظة لكن هذه المدينة في كل مرة أجد نفسي مضطرا أن أعود لكي تأخذ استحقاقاتها بدلا من أن نسبع أخبارا يمكن أن نقول أن هنا وانتقلت نكتشف الخسفة وما أدراك ما الخسفة والحديث عن هذا الموضوع يعني لم يأخذ مساحات كافية لنؤرشف للتاريخ ونكتب مستوى الإجرام ومستوى الصبر والرجولة والتحدي في هذه المدينة داعش اقترف جرائم في نينوى لم تقترف جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية مثلما اقترفت ضد أهل نينوى وسكانها ومن كان فيها ومع هذا صبرهم يطول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر